موسيقى أرمان حمسي صباح الخير مشاهدين وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من كلام بيروت ضعيفاتنا اليوم في الستيديو وزيرة شؤون المهاجرين معالي الوزيرة أليس شبطيني صباح الخير صباح الخير أهلا وسهلا فيك بكلام بيروت تسلم كلفناك اليوم من جبال على بيروت على كل حال ونحن ساعدين بوجودك معنا رح نتابع معك اليوم موضوع الحكومي من كافة جوانبه والمواقف التحليلات مدى بعد الأزمة الحكومية وقبلها موضوع الحوار الوطني رئاسة الجمهورية الكلام حول الرئاسة وتحديدا كلام الرئيس بري حتى كانون الأول موعد مفصلي انتخابات نيابية وقانون انتخاب وبالآخر شوية شؤون اجتماعية بتهم الناس معي شيء نوفيات عطر قاطة رح نبدأ نحن وياكي ومن وحي الأزمة الحكومية ده صح التعبير كاريكاتور لأرمان حمصة بصحيفة النهار رسم الرئيس سلام يقود سيارة مكتوب عليها هي الحكومة بدون دوليب على عكيزات على سكين الخلافات والدوليب الإطارات مبنشرين اللغة العامية يعني قريبا تقلو أو لا ان شاء الله لأ ان شاء الله بس بالفعل هيدا وضعنا مضبوط هيدا وضعنا يعني فيه إعاقة بالحكومة أكيد نعم والعميسوء السيارة مضبوط هيدا الرئيس مجلس وزراء وهو العميعاني أكتر الشيء أكيد ولكن مصدوم لا هيدا السيارة هو مصدوم إيه بس سيارة مش مصدومة مهاره راب نعم قبل ما نفوت بالتفاصيل الموضوع الحكومي أول شي حتى بتكساكني بشبال نعم وهل أزيلت هذه النقطة السوداء عن هذا الرخام الأبيض أمام منزلك بشبال نعم بوقت أنه سوادي عم لبنان نعم نقطة يعني هيد عمل بلدية بلاط نعم أزيلوا السواد وردوا الحال إلى ما كانت عليه إنما بفتكر بعض فيه شوية أثار لأنه ما في شي بيرجع مثل ما كان البلاطة من كتير بايدة حلا بيرجعوا مع الشتي مع الوقت بيرجعوا بزبطوها أكتر إنما بيدرة حلوة من بلدية بلاط بلدية بلاط يعني جبال لا بلاط بلدية حد جبال حد جبال نعم على كل حال تحية رئيس بلدية بلاط ورئيس بلدية جبال أستاذ زياد حواطي اللي عمل جبال أحلى مظبوط يعني هذه البقعة الجميلة إذا بدنا نقول من لبنان مظبوط نعم على كل حال رئيس بلدية جبال كتير بلاط أصحاب هو وزياد الحواط بفتكر شوية الصداءة قربت نعم واحتراما رئيس جمهورية بيحترموه لها بيحبوه لها رئيس جمهورية نعم مع الوزيرة قلت إذا شتي في شيء حيجيب معه الشتي بكنون كلم الرئيس بره اليوم موعدنا بكنون يعني تاريخ موعد مفصلي أكيد مفصلي أكيد لأنه يمكن أكتر من كنون ما نقدر نضاين نضاين وما بعرف كانوا الناس ويعيين لها الأمر الفعل لما بتقول الناس أصدك الناس العاديين العاديين لأنهم يلهمون عقدون تعبنين برافو عليك قلت الكلمة عم بتابعوا شؤونون اليومية برافو عليك لأنه ما عم يقدروا يفكروا للغد والمستقبل قد ما في ديء بالمعيشة مين وصلون هلا أنا واصلة عندك 3-4 بقلولي في ديء ومش عم نقدر لنا كل انطعمي ولادنا وشغلين بالهم وبدل بقلهم اللبناني بدوا يأكل ويشرب ويشتغل ويرتاح وينشالوا الزبالات من الطريق ما بيهموا لا تفسير المسائية ولا تفسير العنون ولا تفسير الدستور هلا أكيد بس يشبع الواحد بيفكر بها الأمور بس اسكين منه شبعان ولا يمكن أنا خيفاني من صورة جياع نعم لأنه لبنانية ضعفه وفقره بها الفترة يعني حالة الاقتصادية الحالة المالية بتخوف بالبلد نعم عكل حالة مبالح كان كلامه لوزير الخليل ووزير المال يلي قدم موازني ولكن حكي عن محك مرحلة خطرة مزبوط مزبوط ولكن فيه تعطيل نعم يعني تعطل الحوار الأقطاب كانوا مجتمعين عملوا تصريحات وكان فيه شي تاني نقال تعطل لكن حكومة تعطل حكومة يلي يقال هي الخيط الشرعي الوحيد يلي باقي نعم شو بيصير بعدا؟ شو بيصير خراب يعني باسكين توقف كل شيء الله عليم كانوا بيصير انتخابات كانوا يعني كل المؤسسات توقف هيدا أنا هيدا اللي عم بيسأله لا بيسأل الفريق اللي عم يعطل عمل الحكومة وماذا بعد وبفتكر المعمي آطعه يعني الفريق العمي آطع حاليا هو فقط التيار الوطني الحر مع التشنك وتضامن وتضامن لا تضامن حزب الله فقط للتحاور ولتقريب وجهات النظر مش آطعوا حتى يعطلوا الوزارة لا مجلس وزارة مش عم يعطلوا مجلس وزارة ولحتى الزميل الوزير روني عريجي قال أنا فقط لي مرة واحدة يعني وعيين للأمر هدولي كانوا واحد مستقيل اتنينتهم نقدموا بالكلام الوزير أشرف ريفي قال أنا مستقيل بس ما أقدم ما بعرف كأنه أقدم استقالي خطية بس ما أبطينا فيها هون حضرتك تقومين بموضوع العدل لا بعد الوزير ريفي رفضت أنا تكلفت على فترة أصيرة ورفضت الطريقة يلي كلفت فيها وشو فرضوا علي لها السبب ما رضيت أبدا ما علي الوزيرة اليوم بصحيفة السفير عماد مرمل بيكتب أنه معقدة الجلسة صحيح كلام الرئيس السلام قال أنه هي ميثاقية ودستورية هذا بالقانون والدستور على قلم الورقة بسياسة أكيد الوضع هيك ولكن الغايبين كانوا هن النجوم ومشا الحاضرة لأنه غيابه نكبية أكيد في مشكل سياسي بالبلد والغايبين فيه غياب مؤقت فيه غياب دائم فرق بين الغياب الدائم والمؤقت ومع هيدا وكله المؤقت وكان فيه فقط 8 يعني النصاب موجود أوكي بس فيه مشكل بالبلد أكيد أنا بريد إلك أنه كلنا بشر مني وجر ما في حدا بيقدر يدعي عدم الغلط والخطأ نعم ما في حدا بيقدر ولا إدسين على الأرض لها السبب بيتحاوروا المسؤولين لحتى يشوفوا شو الحل الأنسب وكثير أوقات مثلا أنا أسأل أقول لهم أنه أنا ما بيقدر جاوب قبل ما يصير حوار ونقاش الموضوع بقلب مجلس وزراء لأنه بقلب المجلس كثير أوقات أنت بتغير رأيك إذا كان تبين لك في شي جديد نعم لها السبب بيقول لك ما في حدا معصوم عن الغلط هيدا واحد إذن مني وجر لحتى إذا كان انت قدت حدا عم بنتقدوا عن محبة لأنه أنا عم قول أني أنا بغلط وخلوني يقولوا لي شو غلطي ما بيزعل بجرب صححه الكل غلطانين الكل غلطانين انطلاقا من تحمل المسؤولين الكل مسؤولين مسؤولين يمكن مش بالهدف قد ما بالوسيلة نعم الكل مسؤولين من رئيس مجلس وزراء إلى وزراء المكونات السياسية يلي طلعوا بها الكلمة فيها بالوزارة بيقولوا مكونات كل المكونات عم تغلط وكل هلأ عندك مكونات عم تتشجر أنا بنظري بلبنان في حرب مش حرب على الحدود في حرب بدون سلاح ويلي الحرب مجرد ما تقول حرب معناتها فيه أزم الحرب الباردة بتقدر تقزي الحرب الاقتصادية الحرب الباردة بتقدر تقزي متل الحرب العسكرية أبدا أنا بنظري نعيش فترة حرب في لبنان حرب بدون سلاح مش ضروري واحد يحمل السلاح وتحارب أبدا عم يشلوا البلد عم يأذوا بعضهم عم يأذوا الشعب عن غير وعي بوعي أو بغير وعي ما بعرف نعم ليش بقلك الوسيلة يلي أنا بعتبره حطأ يمكن هدف كل فريق بنظره عم يفتش على الأحسن لشعبه إن كان هلأ الخليف الظاهر الظاهر بوقت الحاضر مع إنه نحنا مختلفين كتير بس الخليف الأقوى متل ما أحدى الصحف كيت بي هي بين تيار الوطني الحر والرئيس السلام بدي ذكر بدي ذكر تيار الوطني الحر نعم إنه الرئيس السلام وعم يقوله هو فريق فريق مع المستقبل ذكرهم إنه بقصة سد جنة فريق المستقبل إيه تلحاله لتوقيف الأعمال الرئيس السلام الرئيس السلام ما أخد ولا بيلبي طلبات المستقبل على طول الرئيس السلام بالفعل عم يجرب يكون حكم بين الفرقاء ومثل ما قال أنا عم جرب أعمل توازن بالوزارة بالوزارة وبالبلد نعم ما ديماً بيلبي طلبات يلي متهم هو إنه بيسيرهم أكتر من غيره لها السبب بقول ل مكون التيار الوطني الحر ما يعتقد إذا كان ما لبي له طلب من طلباته معناها إنه هو ضده معناها إنه مثل بياخد وقته تيدرس وبياخد قرار أوقات كمان بياخد بعين الاعتبار وجود بيئة الوزارة طيار الوطني الحر ما بيقبل يعني أنا ما بدي أحكي عن الطيار ككل بس إيه جبران بيسيل بالزيت الوزير جبران بيسيل مع احترامي لقله زكي كبير وبيشتغل وشغيل بس متشبس وعنده أفكار جامدة ما بيقبل أبداً يعني بيجي بده يجي من فوق على كل الناس لحتى على رئيس مجلس وزارة ما بيصير هالشي ما بيصير أبداً فيه تراتبية بالحياة وبعدين فيه الغلط نعم مش دايماً معونحا في كثير أوقات معونحا مثلاً أنا بيقصة سجني أصريت أنه لأ أنا أتمنى أنه يستمر العمل لأنه المي أهم من كل شي نعم هلأ كنت الدراسات والأشياء التقنية أنه ما كان هذا البحث؟ كله لو فيه فيه بور وفيه كونت فيه الإيجابي وفيه سلمي إنما أنا كنت من هالرأيي مش معنيها أنا صرت معون أو أنا من هالرأيي لأنه بدون تعصب تفتش على يلي أنا برتقيه إنه فيه شيء هلأ وين نقطة الضعف بالوزارة؟ مع محبتي وتقديري وأحترامي إلى رئيس مجلس وزارة ما في اتنين بيختلفوا على هالصفات اللي عنده إياها وصبروا طويل إنما صبروا لإله هو بفوق الحدود وما مفروض كرئيس مجلس وزارة يترك الأمور تأخذ هذا المدى؟ يترك هالأمور تأخذ هذا المدى يعني أنا بفهم ليش الوزير فرعون أخذ هالمنحة هالفترة؟ ليه لأنه طلب طلب من كذا شهر من كذا شهر هو بصفته كاتوليك أمن الدولة ليش ما صار فيه بدء بأمن الدولة؟ أنا مني وعلي عدة مرات أرفع أيدي وقل له شو صار بأمن الدولة؟ من شي شهر قالنا مطروني بعد أسبوعين هذا الرئيس السلام؟ مطروني بعد أسبوعين مرأوا الأسبوعين وأكتر من شهر قالنا إياها إذن ما في الشك إنه في خطأ وغلط من قبل الرئيس السلام مش خطأ مقصود مش خطأ إيجابي تصرف سلبي نعم ما بيصير هالسلبية تبقى مطلوب منه حسم الأمور في بعض الأحيان مطلوب منه حسم الأمور بس إذن ما ساعدوا الأفريقاء السياسيين كيف يستطيع أن يحصل خلي يحط للتصويت ونحنا منمشي خلي يحط للتصويت ويطبقوا لقوينين نعم هلأ هو من أول ما ما تم انتخاب رئيس قال أنا بدي توافق وعم يجرب بيفكر إنه إذا كان ما في أكترية ساحقة ما في توافق عم يزين بالميزان عم يزين منعن الانهيار إيه بس منعن لا ما عم وصلنا على الانهيار وصلنا على الانهيار ما بقى فيه أنا بنظري الوزير فرعون يخدها الموقف لأنه مردد له على طلبه أي وقت نعم اليوم بالأنوار وفي كلام كثير بالصحف الصادر أنه في تهديد بالاستقالة دائما نسمع بالأنوار وغيرها وبالتحليل أنه الرئيس السلام الاستقالب جايبته وقد يخرجها في أي وقت ومبارح الرئيس السلام شوش ما دقوا حالكي بنظرته وبتصرفاته بكلامه المعلومات تقول أنه وصل لمرحلة اليأس أتمنى يكون يأس ما يكون مريض ومعوق نعم نعم اليأس واحد بيتعالج بيجيب طبيب نفسي بيجيب فيه أطبة بيقدر يعيشه 24 رئيس وطبيب قلب الوزير مضبوط بس مش أطبة هدول لا كمان لازم يعمل مراجعة أنا عم قللك أنا فريق بعزه ومسندته ولنهار بيقول له لا ما بدي أجي على وزارة نعم لغاية اليوم مع أني أنا عدة مرات صرحت أنه ويريد نحنا نقلق الطاولة نحنا قادرين نقلق الطاولة مضبوط يما لا مش معانيها نحنا ما عندنا مضبوط ما عندكم القوة التي لدى التيار الوطن الحر لا ما صحيح وحزب الله نحنا منقلق غلطان كتير نحنا أنا بعتبر حالي الأكثر من الأكثرية الصامتة وهلأ عم بيحكي بإسمه أنا من الأكثرية الصامتة والوقت بيقوله أكثرية نعم أكثرية يعني مش وارد الحسابات العاملة الوزير جبران بيسيل يأمن فيها أنه هو بيمثل 94% من المسيحيين ياللي رد علي الوزير الفرنجية 6% ونحنا ما نمع طوفين من شجرة ومش هيد الحسابات المضبوطة ما صحيح أنا بقولك روح إسأل رجال الدين كانوا بالفعل هني بيمثلوا 94% من أنا نهار سبت الماضي كنت فيتي على بمعراب فيتي على الإديس لحدا أعلن عن وصولي ولا حدا بيصوا قاعدين شعب كان مثلين الساحة بس فتت صاروا يزقفوا مش معناها ولا أعلنوا أني فيتي ولا نبهوا ولا شيء معناها في ناس حزبيين بقايدوا الأكثرية الصامية بعدين قديش من الشعب منتسب إلى الأحزاب قديش بكل فريق من يعني بالمسلمين إذ كان سنة أو شيعة أو مسيحيين مين من قديش من نسبة الطائفة منتسبة إلى أحزاب عاملين من الأحزاب أحزاب طائفية يلي هيدا غلط ما في أكتر من 25% من الشعب اللبناني منتسب إلى أحزاب إذا كان بتقول أنت قول 90% يا أخي و95% بس من الأحزاب بعد في 75% من الشعب السمعتراء يوم ما صحيح إنه هني عندهم قوة أو قادرين يفعلوا أكتر من غيرهم مش صحيح مش صحيح صحيفة النهار تتحدث أنه كيف أنقذت الحكومة بوصفة ماء الوجوه يلي قال الرئيس السلام دستورية وميثاقية إذا بدنا نقول ولكن من عملك بالعدل والقضاء هل من العدل إنعقاد مجلس وزراء بغياب مكون بدنا نقول مكون أساسي مثل أي المكونات واتخذ قرارات في هذا الأمر روح شوية أنا قلت مبارحة ورجعت على النص الدستوري وإلى الاتفاق يلي تم ضمن مجلس وزراء النص الدستوري بيقول الحكومة بتاخد صلاحيات رئيس جمهورية الحكومة ككل مجلس الوزراء إذن بالدستور شي بيقول لإنعقاد مجلس وزراء يكفي 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 أن يتوافر النصاب في أكثر من هيك النصاب الدستور وعنا سعاقش بغد نظر عن طوافهم أبدا إجا أبدا بس قال النصاب وليش لأنه حتى بالوزارة بالتأليف الوزارة أخذوا بعين الاعتبار ما خلوا يكون في أكثر من الثمانية لحتى ما يعطلوا نعم هلأ وصلنا لإلك شو صار بمجلس وزراء مجلس وزراء إجا رئيس مجلس وزراء من أول جلسة لغاية اليوم بيقول نحنا منطالب بانتخاب رئيس صح من أول جلسة نظب وقال لهم أنا لبيان ولا تبيان حسن نيتي بتمنى أنه كل القرارات يلي بناخدها تكون بالتوافق يعني احتراماً لروح الدستور ولنص المنصوص عنه بالفقريين اللي بيقول أنه عيش مشترك شو بدك أكتر من هيك؟ بالأول قال لهم كل شيء بالتوافق لحتى يخلي في حسن نية موجودة بين كل الفرقات نعم إذن وأتأج أحكي بالحسن النية وعدد التواقيع على كل قرار هذا بما خص القرارات ما بيخص التئام مجلس وزراء بجرد ما يكون فيه موجود اجتمع بالقرارات طلبت من رئيس مجلس وزراء قلت له هالقرارات يلي تخذت الأسبوع الماضي بتمنى عليك تعرضها على كل الوزراء يمكن في وزراء عندهم مصلحة أنه يمروا هالقرار يمكن يمضوه نعم ويمكن يتوافر العدد الكافي من التواقيع في هذه الحال بيكون المرسوم أو القرار ماشي وفيه تواقيع اللازمة والقرارات يلي ما فيها تواقيع كافية بتقدر تخليها على جنب لغاية ما يتغير الوضع رح تابع معك مع الوزيرة أليس سبطيني هذا الحوار بالحكومة أيضا وبموضوع الرئاسي بعد التوقف لهذا الاستراحة الأولى ابقوا معنا مشاهدينا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر